عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوري عقد اجتماعا متابعة جهود فض اجتباكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأشر رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض اجتباكات بين مختلف الجهات وأكد الرئيس الوزراء أنه بالانتهاء من هذا الملف وسدد المستحقات للشركات والجهات يكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابي في تحسين مركزها المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات